كشف مروان اسكندر المستشار المالي السابق لأميري قطر الأسبق الشيخ خليفة بن حماد الهواني أسرار البنك المملوك للمدعو يوسف القرضاوي المدرج على قوائم الإرهاب ووضح أن القرضاوي أنشاء بنكاً إسلامياً في أحدى المقاطعات الأمريكية وكشفت وقته للأجهزة الأمنية أن القرضاوي حول 60 مليون دولار أمريكي من البنك لقيادات تنظيم القاعدة الإرهابية عمل معهد إسلامي سنة الواحدة الستين بقطر وبعدين أنشأ بنك إسلامي أولاً بالبهامز قاموا الأمريكيين درسوا وضعوا هذا البنك لقوا أنه عطى منه 60 مليون دولار للقاعدة يعني الشيخ يوسف القرضاوي فأنذروا قطر آموا نقلوا البنك من البهامز عملوا شركة مالية في السويسة ثم أغلقوها موسيقى موسيقى